لو قلنا ده ممكن يكون اللعب الخطر او اللعب اللي الاهلي يفكر فيه بكرة بشكل كبير جدا هو الاسلوب بقى اللي بيلعب بيه او الاسلوب الخطر اللي ممكن يلعب بيه بكرة في اللورمينزي والاهلي المفروض يتخطط ازاي او يتجنبوا ازاي هو اكتر حاجة بالنسبة لي ملفتة في اللورمينزي فكرة ان هم بيسددوا بكم مهول من الكوار اول ما يعني بيقربوا على حدود منطقة الجزاوية بقى فيه فرصة للتزديد ما بيفكرواش للحظة ان هم يسددوا لما نجي نشوف حتى احصياتهم في الدورة البرازيل الموسم الحالي الفريق مسجل 51 هدف منهم 15 هدف من تزديدات من خارج منطقة الجزاوية يعني حوالي 30% من الاهداف بتيجي من تزديدات من خارج منطقة الجزاوية التزديدات من خارج منطقة الجزاوية 15 هدف انت من داخل منطقة الجزاوية انت بتقدر تسجل ضربات رأس من ركنيات وضربة جزاوية وكل ده البقى كلهم من مبارا منطقة الجزاوية 30% ده رقم كبير جدا جدا لان ما نيجي نشوف عدد التزديدات من داخل منطقة الجزاء 312 تزديد طب مبارا منطقة الجزاء 238 تزديدة 238 تزديدة ده يعني قريب من اللي بتسدده من داخل منطقة الجزاء لما نيجي بعديها اه ده معناه يعني ان اللي هيبقوا موجودين في نص مرعب الاهلي بكرة يعني انت ما تسيبش حد يشوت بالظبط ما تسيبش اي مساحة لان هم كمان بيعملوا زيادة عدده كبيرة جدا ما بيبقاش ان اللاعب رقم عشر بس اللي بيشوت ولا كينو بس اللي بيشوت ولا ارياز الوينجي بيشوت اي حد معادي هشوت اي لعيب احنا معنا حتى لقطة لمارسلو نفسه في كرة من الكرات مع اللقطات دخل من ناحية الشمال وكرر انه يسدد من مسافة بعيدة جدا جدا لمجرد انه لقم ساحة يعني بص مارسلو يا كريم هنا كرة بصه وقفين وكرر انه يشوت من المنطقة اللي هو فيها دي يشوت على المرمى من هنا في بطولة ايه في نهاية كوبة لبرتادوريس اللي هي ماتش حساس نتيجة صفر صفر كارر انه يشوت من هنا الصورة اللي بعديها هنلاقي كينو في وضع حواليه ثلاث لعيبة او اربع لعيبة كارر انه هو في منوضع سبات هشوت رجم انه عنده لعيبة كتير ممكن ديهم الكورة عنده ثلاث لعيبة حواليه ومحاصر بتلاث لعيبة من بوكا جونيور يعني اختيار التزديد مش ساحة ده تعليمات مدربة انه ساد الطويل الوقت بالضبط اول ما هما بيقربوا من حدود منطقة الجزاء وحتى هما مش معربين اوي يعني من مسافات بعيدة بيبقى اول قرار بالنسبة لهم هو التزديد وتزديداتهم فعالة جدا زي ما قلنا 30% من الاهداف من تزديدات من خارج منطقة الجزاء ده كينو ليه واحدة قدام الاهلي بالضبط ما تزديده تزديده يعني بالضبط فهي هو رجله كمان مظلوط احنا كينو عشان احنا عارفينه ارياز الجناح الناحة التانية الجناح الايمان انا مش عايز سامينه جناح الايمان لانهم كلهم بيطلق باطوا يعني تحت المهاجم تزديداته اقوى واكثر فعالية كمان من كينو بيقدر يسدد من وضع الحركة بشكل صاروخ يعني هو في وضع الحركة ما بيوقفش كورا لعيبة الاهلي وخط الوسط تحديدا ما يدوش اي فرصة للعيبي فيلومنينزي انهم يسددوا ومهم برضو يا كريم نقطة مهمة الفاولات على حدود منطقة الجزاء اللي هتبقى فاولات مباشرة للتزديد هتبقى خطر جدا جدا على الاهلي لانهم عندهم عناصر كتير مميزة في التزديد الرقلات السابتة نفسها فهتبقى بالنسبة لهم هدايا على حدود المنطقة دي هتبقى هدايا فمهم من لعيبة الوسط ما تدوهمش الفرصة يسددوا بس مايرتكبوش كمان اخطاء فهي دي المعادلة الصعبة شوية للعيبة الوسط